السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم طريقتين معتمدة في تخزين قشور الليمون او البرتقال في المجمد يعني لمدة طويلة جدا في المجمد اي الكنجيلاتور بمكون واحد فقط يخليها يعني تحافظ على هذه الطراوة ما تنشف لكم ما يبسو لكم هذوك القشور اذا الحنايه احنا وشن لازم نديروا بونجيبوا كمية القارس اللي عندكم طبيعة الحال سواء اخضر او اصفر نحاول ان الحاجة الولاء لازم يعني تنقوا القارس بتاعكم بطبيعة الحال وتخليه يخمر يعني في الماء ونخلي مدة 4 ساعة بعدين نقطره وننمسحه هنا ياراني بعد ما قشرته وش هو المكون اللي يخليه يحافظ على هذه البنة هو السكر هنا نبدأوا بإضافة السكر يعني حتى تضغطوه كاملا بالسكر هذا ما كان إذا هنا بعد مدرنا للسكر نخلطوا مليح ونديروا فيه علبة تأزوججج من الأحسن تكون تأزوججج نبلع عليها ونحتفظ به في الثلاجة في المجمد يعني في كل مرة كل ما نحب نستعملوا في الحلوة نجبت الكمية اللي راني محتاجتها نفس الشيء للبرتقال فلا يعني ان شاء الله هذا التدبير او لاستشوس تعجبكم وتجربوها ما تندموش عليها يعني هذي راني معتمدتها يعني لسانوات فكل مرة نقول يعني نبرتجيها معكم اي فلا وشكرا انجئي